مدينة صفرو بما أننا في مدينة صفرو والشباب المدينة صفرو سيكون لديهم حظ كبير لأننا سنقربوا لهم هذا العرض الجامعي ويكون هذا العرض الجامعي جدا متنوع أيضا يمكنني قولك بأن المؤشرات للتعليم المدرسي في تحسون كبير ولسيما في العالم القراوي عبر إحداث واحد العداد من المدارس الجماعاتية اليوم خصنا أيضا دعم أكثر من المجالس إقليمية باش نزيدوا من النقل المدرسي ونحاولوا نعمموا الولوج للمؤسسة تأهيلية ما بعد التعليم الإلزامي على غرار أقليم أخرى في الجهة هذا اللقاء جافوا في إطار هذا اللقاء الجهوية والحمد لله اليوم نتواجد بجهة فاسم كناس واخترنا باش نكونوا في مدينة صفرو باش نحوى عدالة مجالية وهذا المساء إن شاء الله نكونوا في إقليم الحاجب اليوم هدف من هذه اللقاءات الجهوية هو أولا تعرف بمدى تنزيل المشاريع بالنسبة المقصدات التي تقالون الإطار ثانيا هو خلق تعبئة جماعية حول هذه المشاريع مشاريع مهمة اللي كتهم من التعليم الأولي التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ثالثا نخلق واحد تعبئة جماعية وتنصيق جهوي لهذه المشاريع اليوم خاصة لا بد أن نخلق واحدة دينامية واحد الحماس واحد الالتفاف حول المدرسة المغربية لأنه اليوم كانت انتظارات كبرى من طرف المواطنين لذلك عندنا واحد التحديات لدينا رهانات ما خاش نعطلوا هذا تنزيل الإصلاح أو نأجله ولو كان في هذا الظروف العصيبة والسيطنائية اللي كانت تمرى من بلادنا بالعكس خسنا نعطيه واحد دفعة قوية والحمد لله يمكن يقول لكم بأن هذا لقاءات الجهوية ممكنتنا باش نلمسوا الحقيقة هي التنزيل دي المشاريع اليوم استاذ رؤساء الجميع مدير الأكاديمية منذ الجهوي قدموا واحد العدد دي العروض وبينوا برزق مؤشرات كبيرة مهمة شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك